عشان ما تقول ليش انه طباع بره غير طباع بلدنا المركز القومي اللي بحوث الاجتماعية في 2019 عمل الدراسة دي بيقول ايه بقى؟ بيقول انه ربع حالات الطلاق اللي بتقع ما بين الشباب في السنة الاولى بيكون سببها اختلاف الطباع بين الاتنين يعني الاختلاف الطباع بيخالي ربع حالات الطلاق اللي تمت سببها هذا الاختلاف بس الحقيقة انه ده برضو بيحطنا في حالة مستمامة كبيرة بقى هم عشان ما عندهمش صبر بقى ايه بس ايوه اختلاف الطباع موجود 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 كربونا مني هي المشكلة مش ان اختلاف الطباع هو اللي بيدمر لحياة زوجاء المشكلة انه احنا بقى عندنا للأسف كتير من الكبر كتير من العلم والاسرار والتمسك بالرأي اللي ممكن يكون غلط والاستعجال وعدم الصبر فالتلاتة دول دول التركيبة القاتلة لأي جواب فبالتالي انت مش عايزة دي نفسك فرصة ان انت تفهم تباها وتبدأ تتعود عليها وهي كذلك في عندي فانه انا كده ومش هتغير من البقى ده دمر علاقات زوجية وفيه سوقية وانسانية بطير جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة